اجتماعاً للمجلس الحربي برئاسة نتانياهو للحكومة المصغرة كانت طبعاً هيئة البثة الإسرائيلية تحدثت عن استعداد أو انتهاء استعدادات الجيش الإسرائيلي للخطوة البرية أو الاجتياح البري الذي يتم التحضير له منذ بداية هذه الحرب وكانت تحدثت بأنه تم وضع بايدن في إطار هذا التحرك وبأنه لا مفر من التوغل أو الدخول البري إلى قطاع غزة